شناشيل البصرة إرث ثقافي وتراث وطني يعكس سمات الهندسة المعمارية الإسلامية التي اختلطت بالفن المعماري للحضارات الأخرى لتتزين بها بيوت البصرة القديمة مرتبطة بعدة عمارات عمارة إسلامية وفارسية وهندية لأن تعرف البصرة واقع على ميناء وشوف الكثير من الحضارات تجي عن طريق الموانئ فشوف خليط مزيج بين هذه الحضارات والعمارات غير أن هذا التراث الحضاري تعرض كغيره من أثار العراق وإرثه التاريخي ليد العبث والإهمال الحكومي الذي بات يهدد بقاءه بحسب ما تؤكده منظمة الأمم المتحدة لتربية والعلم والثقافة اليونسكو الأمر الذي يحتاج إلى تكثيف العمل على إعادة ترميم وتأهيل تلك المناطق الأثرية المهملة بلا شك هذه البيوت ذات القيمة التراثية العالية تعرضت وتتعرض ما زالت تتعرض لهذا الإهمال والحقيقة إلى التغيير المعماري والتغيير العبثي من قبل الكثيرين حقيقة ولأنه عراق أحزاب الفساد والمحاصصة فليس بين السياسيين من يهتم بالقيمة الفنية والحضارية لأثار العراق وتراثه الثقافي والفني إلا بقدر ما يدر من أموال ينهبها الفاسدون الذي ليس له ماضي لا يمكن أن يبني مستقبل فإحنا ماضين يبدي بالشناشيد يبدي بحياة الناس السابقة اللي سبقونا قبل أكثر من طرن قلنسي 100 عام أو أكثر هذا اللي لازم إحنا نحافظ على رآهم نحافظ على تقاليتهم لا بديل إذن عن أن تبدأ حملات توعية شعبية بعيدا عن فساد السياسيين وأطمعهم فالأمل معقود فقط بشباب العراق المخلصين لوطنهم والحريصين على بقائه رمزا للفن والثقافة والحضارة الإنسانية